السيرة النبوية البعض قد يظن أنها قد أخمدت بحثا فإن هناك مسيرة طويلة من العلماء المغازي والسير من القرن الأول تقريبا إلى انتهى التدوين فالسيرة تقريبا على القرن الرابع إلا أنه بكثير من التأمل سنلحظ بأن القرآن الكريم القرآن الكريم قد ذكر أحداثا وسأفاجئكم إن شاء الله في هذه الحلقات المباركة بأن أذكر لكم أحداثا عن السيرة النبوية لم تسمعوا بها من قبل أو لم تتصوروها وهي موجودة في القرآن الكريم هدفنا في هذه الحلقات أن نعرف أن نبدأ من القرآن منطلقا لفهم السيرة لفهم أحداثها لفهم المجتمع النبوي لفهم المحيطين لفهم الفئات لفهم الصعوبة الكبيرة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام للأسف أن لم أجر تقريبا مؤرخا ينطلق من القرآن لدراسة السيرة إلا مؤرخين أثنين محمد عز دروز في كتابه عن السيرة النبوية والشيخ محمد الغروي أيضا له كتاب عن أحداث التاريخ الإسلامي أو موسوع التاريخ الإسلامي وتناولوا يعني حاولوا أن يتناولوا وأن يركزوا على القرآن الكريم في فهم السيرة النبوية طبعا لابد من إلماحة قريبة يعني إلماحة سريعة إلى جهود علماء المسلمين في السيرة النبوية أنا طبعا أتحدث من المدرسة الصنية حكم علمي بها وإن علمت شيئا من مدرسة الأخوة الشيعة سأذكره أول عالم أو أول يعني باحث أو أول كاتب في المغازي اختلف بين اثنين أبان بن عثمان بن عفان المتوفى عام 105 هجرية وعروة بن الزبير المتوفى عام 94 هجرية ولعل أبان بن عثمان بن عفان كان أسبق في الكتابة وقد أتلفت مغازيه أتلفها سليمان بن عبد الملك أيام كان ولي عهد عروة بن الزبير طبعا توفي عام 94 هجرية كتب سيرة موجودة إلى اليوم سيرة عروة بن الزبير أو المغازي إلى عروة بن الزبير وهي محققة لكنها كأنها قطعة أو قطعة من سيرة عروة بن الزبير ولم تكتب بعد عروة أتى أبرز تقريبا هناك الشعبي العراقي توفي عام 104 هجرية له مرويات في السيرة لكن ربما مؤلفات ذكر فؤاد سسكين في تاريخ التراث العربي له بعض المؤلفات منها المغازي إلا أنها لم تدرك إلا مروية متفرقة يعني روية متفرقة بعد الشعبي في القرن الثاني هناك الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفي عام 124 وله مغازي كثيرة كتبها هو صاحب علم واسع في الحديث والمغازي والسير إلا أنه لم تكتب مغازيه يعني معظمها مرسلة إلا قطعة بسيطة أنشئات طبعا هؤلاء يعني لو فرق لو كان من المفيد أن نقول أهوائهم السياسية وما أشبه ذلك قلنا أهوائهم غالبا فيه ميل للسلطة الأموية إلا أنهم مع ذلك قد ذكروا كثيرا من الحقائق وكثيرا من أحدث السيرة بعد الزهري المتوفع عام 124 أتى مجموعة من المؤرخين قبل ابن إسحاق ابن إسحاق سيأتي عام 150 لكن ما بين الزهري وابن إسحاق هناك طبقة مثل شرحبيل بن سعد 131 هجرية عاصم بن عمر بن قتادة تقريبا 133-134 هجرية عوان بن الحكم 141 هجرية السائب الكلبي والد آسف محمد بن السائب الكلبي والد هشام توفي عام 141 كان السابة طبعا ابنه هشام بن محمد بن السائب ابن بشر الكلبي ما توفي عام 24 هو الشافعي في عام 1 تقريبا توفي نبقى بين الزهري وابن إسحاق مرتبة ما بين 120 إلى 150 ذكرنا عوان بن الحكم موسى بن عقبة الكلبي شرحبيل بن سعد عاصم بن عمر بن قتادة كذلك تلميذ عروة يتيم عروة عبد الرحمن بن الأسود هؤلاء تقريبا المادة كل هذه المادة ومعظمهم تقريبا مقربين من السلطة في عهدهم من التيار الأموي وهذا أو على الأقل حتى لو كان الرجل صالحا في نفسه لكنه قد يغطي على بعض الأخبار أو لا يستطيع ذكرها أتى ابن إسحاق رحمه الله المتوفى عام 151 هجرية وأيضا كان مقربا وعدل مغازيه مغازي ابن إسحاق معدل مرتين نتيجة اتصاله بالمنصور أو بابنه المهدي بعد ابن إسحاق أتى أبو إسحاق الفزاري عام 187 تقريبا توفي وعند بعد عهد المأمون أو في عهد المأمون اشتهر العالم المشهور الواقني وهو مكثر جدا محمد بن عمر بن واقل الأسلمي توفي عام 207 وفي نفس وفاته وقريب منها أبو عبيدة معمر بن المثنى أيضا 209 تقريبا بعد أبو عبيدة أبو عبيدة معمر بن المثنى هو الهيثم بن علي والواقدي وأيضا ابن الكلبي هشام بن محمد كلهم تقريبا بعد المائتين من مائتين وأربعة إلى مائتين وعشرة هؤلاء مكثرون يعني غزيروا المادة في المغازي والسيار والفتوح والفتن ويعني شملوا والأنساب وغيرها أتى عبد الرزاق الصنعاني طبعا عبد الرزاق الصنعاني له توفي عام مائتين وعشرة وله كتاب المصنف وقد ضمنه كثيرا من السيار والمغازي ولن أركز على أهل الحديث كثيرا يعني سأحاول إلا ما مشتهر منهم بعد ذلك ابن سعد طبعا وهو أكبر مصدر أوسع مصدر تقريبا يجب أن يعتني به طلبة العلم ابن سعد محمد ابن سعد البصري توفي عام مائتين وثلاثين هجرية وهو تلميذ الواقدي والطبقات الكبرى موجودة أو مطبوعة في حوالي ثمان مجلدات مع الزوائد بعد ذلك الذي هو محمد ابن سعد صاحب الطبقات وهو مصدر مهم جدا يجب الاعتماد عليه أو على الأقل بحثه والنظر فيه كذلك عاصره أبو بكر بن أبي شيبة المتوفي عام مائتين وخمسة وثلاثين هجرية وهو شيخ الإمام مسلم وشيخ البخاري أيضا عبدالله بن محمد لقبه أبو بكر بن أبي شيبة له كتاب المصنف كتاب مهم فيه جزء خاص اسمه المغازي وفيه أيضا يعني أخبار تاريخية أخرى عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في الفيء في الغزوات وما أشبه ذلك بعد أبي بكر بن أبي شيبة أتى خليفة بن خياط الشيخ البخاري توفي عام مائتين واربعين هجرية وله كتاب له كتابان مهمان وهو تاريخ خليفة والطبقات الكبرى كلاهما له متوفى طبعا كما قلنا مائتين واربعين هجرية بعدها البخاري محمد بن اسماعيل بعد البخاري أتى عالم مشهور ومحيط اسمه أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري مشهور له فتوح البلدان وأنساب الأشراف أنساب الأشراف الجزء الأول فيها السيرة النبوية والبلاذري مؤرخ جليل وقدير بعد ذلك أتى الموسوعة محمد بن جرير الطبري المتوفى عام ثلاثمائة وعشرة هجرية والطبري تقريبا جمع ما سبقه من تواريخ متعددة وأضاف وحفظ لنا الطبري كثيرا من روايات عوان بن الحكم عوان بن الحكم والمدائن وغيره من المؤرخين الذين فقدت تقريبا يعني عندنا مغازل واقني مطبوعة وعندنا طبقات بن سعد يعني من أهم المصادر وأما البقية فقد تجد ولا تجد سيرة من إسحاق ووجودة طبعا أجزاء منها لكن المقصود أن الطبري حفظ لنا بعض المغمورين